وانت حضرتك بتذكر العائدون فاحنا بنتكلم على مصر في محاربتها للإرهاب ملفات كبير جدا بتدار من دول يعني ايه العائدون الحقيقة وضح حاجات كتير جدا انت هنا ممثل لكن انت مصري وبتشتغل وكأنك على الهوى لان هذا الملف مفتوح حتى اللحظة صعوبة ده ازاي انت مش بتشتغل مثلا في قصة قديمة او تاريخية او من نسج خيال مثلا مؤلف هي اشياء وقعية تحدث لنا شوفي حضرتك زي ما تقولي اولا انا الحمد لله معروف تاريخي مش حدا ان انا لمثقف ولا كده يعني انما ايه مهتم وبحب بلدي قوي ومواقفي معروفة ويمكن الحمد لله ان ما حدث في 25 يناير ان انا كان ليا نظرة سابقة وشايف الصورة من خلال قراءاتي وخاصة بعد ما كنت عملت مسلسل الجماعة السيد وحيد طبعا طبعا حامد وقريت كتير مبكرة عن تاريخ الجماعة يعني فلما بيجيني دور انا العقدون ده كان بالنسبة لي صعب جدا طبعا ليه؟ لان رئيس المخابرات موجود صحيح اه نفي شبه شوية او كده انما اما قريت الكلام كان بالنسبة لي صعب جدا صعب في ايه مش تمثيل اصله حقيقة وده اللي انا بقوله ده حقيقة واحد حضرتك اتنين لقيت الكلام مهم جدا 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 مش مسألت بقى هنا لو جيت انا اقوله كده وجي حد يقوله المشاهد بعد شوية ممكن يهرب مني ليه؟ لان فيه كلام بقول كلام كتير واللي كان بيحصل واللي حصل واللي بيحصل في الايام دي لان المخابرات كانت متابعاها كويس فانا علشان مهتم بدا حفظت كويس قوي علشان اعرف اقوله للمشاهد اب انا اساسا وكأني انا فعلا رئيس المخابرات انا بقول لا بس كمان بقوله ايه عشان حضرتك تتشديلي مش مجرد كلام بقوله ازاي بقى حفظل هقطع الجملة ازاي واقولها ازاي عشان توصل فحضرتك لو قاعدة كده بعد شوية اتعملي كده عشان تتأكد من الكلام دي الصعوبة بس ده الممثل اللي هو مش مجرد انه مؤدي لا انه فاهم وعارف انه صاحب رسالة صحيح ازاي يوصلها اكيد اشتركوا في القناة